اشتركوا في القناة نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار مشيدا جلالته بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الودية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من تطور ونماء في المجالات المختلفة معربا جلالته عن تطلع المملكة إلى دعم وتعزيز هذه العلاقات تحقيقا لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية إلى الرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل مكرو بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية ضمنها سموه خالصة هانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الرئاسية لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفرنسي الصديق في المزيد من التقدم والتطور والازدهار وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة بعمق ومتانة العلاقات الثنائية الطيبة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية الصديقة وما وصل إليه التعاون المشترك بينهما من تقدم ونماء على الأصعدات كافة بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية ندا فخامة الرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل مكرون بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية عرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لفخامته بالتوفيق في مهام الرئاسة لكل ما فيه تقدم ورقي وازدهار فرنسا وشعبها الصديق مشيدا صاحب السمو الملكي ولي العهد في برقيته بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيد التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات